مدخلات الرئيس ترامب بالأمم المتحدة فيها أربع نقاط العلاقة بالشرق الأوسط أولاً هجوم مستمر على إيران ولكن توضيح بنفس الوقت أنه غايته بالنهاية أنه يتوصل إلى سفقة مع إيران حول الموضوع النووي والإقليمي ثانياً ذكر السعودية والإمارات وقطر كلهم بفرج جملة يعني ما عم ياخد موقف بالصراع بين دول الخليج ثالثاً كان عنده موقف سلبي جداً من ارتفاع أسعار النفط ونوعاً ما رسالة إلى الرياض لتخفيض أسعار النفط ودور الرياض الرياضي بأوبك ورابعاً تنويه بدور ملك سلمان وولي العهد محمد سلمان بالإصلاحات الداخلية اللي عم تحصل آخر نقطة تأكيد التزام وموقف أميركي من حل الدولتين بإسرائيل واختلاف عن موقف سابق فعلاً جهاز الأس 300 وإدخاله إلى سوريا مهم ولكن ليس نقلة نوعية الروس عندهم جهاز الأس 400 ما عم يستعملوه ضد الطيران الإسرائيلي في نوع من تفاهم بين روسيا وإسرائيل حتى الآن أنه إسرائيل إذا عم تضرب أهداف إيرانية الروس ما حيارتضه ولكن كانت مرحلة صعبة بالنسبة للروس إسقاط طيارة روسية من الصعب عليهم يقولوا إسقاط هو الملام على السوريين فلاموا الإسرائيليين مع أنه هو نتيجة فوضى ويعني نوع من جهاز الترضي للسوريين بعد الموقف الروسي اللي قبل بعدم الهجوم على إدلب اللي هو تراجع لإيران والنظام كانوا حابين يستمروا بإدلب ثانياً ضرب الطيارة الإيرانية 747 جنبو بقلب سوريا من قبل الطيران الإسرائيلي بدون اعتراض روسي فعلاً كان في وفد عراقي بوشرة الأسبوع الماضي عم يحاولون يحصلوا على إعفاءات من العقوبات الأمريكية المتعلقة بالنفط الإيراني السبب الرئيسي أنه 40% من الطاقة الكهرباء بالعراق هي بنتيجة يعني باستعمال غاز جاي مباشرة من إيران فإذا يعني العراق اضطرت أنه تلتزم بالعقوبات الأمريكية بشهر نوفمبر بينقطع 40% من الإنتاج الكهربائي بالعراق وهذا أمه صعب جداً بالنسبة للعراقيين إذن مجموعة اجتماعات أولية بين العراقيين وإدارة ترامب ما حصلوا على نتيجة نهائية ولكن يمكن بالأسبوع القادمي قد يتوصلوا إلى حل وسط اشتركوا في القناة